السلام عليكم أهلا بكم في ترس الملاكمة لماذا مايك تايسون عد أذن من هوليفيلد ولازم أن تعرفوا أولا المحترفين يستعملون هذا الضرب مع الرأس أهيانا ممكن متعمدا وأهيانا يخصر ليس متعمدا المحترفين يعرفوا كيف يخبئوا هذه الضربة يعني مثلا أن أضرب أولا أضرب يمين وبعد هذا يأتي رأسي أو يمين وبعد هذا يأتي رأسي وهذا ليس مثل مثلا ترون في الشارع مثلا أحد يضرب متعمدا مع رأس لا هذا يكون يتخبأ هذه الضربة متعمدا ويعرف أنه يعمل هذا وأعطيكم بعض الأمثال ماذا فعلوا هوليفيلد في ماتشات آخر مثلا كان فيه فايت هو يتقدم مع الرأس وفي نفس الوقت ضربة تحت وكان ليس واضح أنه هو ضربة مع الرأس لأنه هو في نفس الوقت ضربة تحت كان ضربة شديدة مع الرأس وضربة تحت وكثير طبعا كانوا يركزوا على الضربة تحت ولم يركزوا في ضربة فوق في نفس الوقت فايت آخر هوليفيلد مثلا ضربة اليمين وبعد هذا جاء الرأس بعد هذا الضربة جاء مع الرأس ولكن ليس يعني ليس واضح وأيضا لازم أن تعرفوا الضربة يكون ممكن من جنب الرأس يكون يزيء أكثر الملاكم آخر وهنا هذا المكان طبعا لو يضرب لا يؤلمه كثير ولا يحصل كثير ولكن لو تضرب في هذه الأماكن عند الملاكم يعني ممكن يحصل يفتح وهذا عمل عند واحد ملاكم أيضا وجاء عنده يعني منفوخ كثير جدا والآن أريد أن أتكلم عن الفايت مع مايك تايسون ولازم أن تعرفوا أن مايك تايسون عرف أن هوليفيلد يستعمل هذه الحركات ليس جميلة يعني هو عرف هذا وهوليفيلد طبعا كان أيضا يدرس حركات مايك تايسون وأعتقد مثل أول ماذا فعل هوليفيلد ضرب مايك تايسون يضرب الجاب ونحن نعرف من مايك تايسون لما يضرب الجاب ويتقدم ينزل تحت ويتقدم وينزل تحت وبعد يضرب الهوك أو ممكن جاب وينزل من هنا تحت وتبعا هوليفيلد عرف هذه الحركات ولم يعني لم يجيب على هذه الحركة نظيف ممكن مع ضربة لا ماذا فعل هوليفيلد هو عرف بعد الجاب مايك تايسون ينزل تحت إذن أنا أيضا أنزل تحت ونلتقي مع رؤوس ومايك تايسون طبعا يعمل حركة ممكن نظيفة ينزل وهوليفيلد ينزل في نفس الوقت ضده ويدربه مع هذا الجاب وهكذا فتح العين عند مايك تايسون وبدأ ممكن نقول يتعصب مثل آخر عند الملاكمين لما أنا عارف أنا عندي فايد ضده واحد أجراسيف يعني هجومي ماذا ممكن أنا أفعل أنا أرجع ماذا ممكن أفعل أرجع للخلف بوم أضرب اليمين ممكن ها لو هو أصغر مني ممكن أعمل وأرجع وبوم أو أرجع وهوك أو أرجع وأبركات لما هو يتقدم لكن ماذا فعل هوليفيلد في هذا الحل هو مايك تايسون يتقدم هوليفيلد يرجع ويتقدم مع الرأس نفس الشيء مع الجنب ولأنه هو يعرف أنه هو يتقدم ويتقدم مع الرأس وهكذا يلتقوا مرات أخرى مع الرأس وهذا حدثة مرات نحن نرى وهدثة مرات نحن لم نرى وهكذا مايك تايسون يعني تعصب كثير جدا ورد عليه بهذا الفعل وهذا ماذا أردت أن أريكم اليوم أقول لكم اليوم وأشرح لكم اليوم وإذا يجب من القناة اشتركوا في القناة وبرك الله فيكم وسلام عليكم ورحمة الله